حجب لعبة بوب جي من العراق نتيجة السلاح منفلت وعود أطلقتها لجنة حصر السلاح بيد الدولة لما فيها بحسب التفسيرات من تأثيرات سلبية على سلوك المجتمع لراسة مستفيدة من قبل لجان في وزارة الداخلية بغية التوصل لقرارات نهائية لإيقافها أو إيجاد سبون للحد من الألعاب ذات الطبيعة الحربية فيما طالب شبان وزارة الداخلية بالتأني والتوجه أولاً صوب إنهاء ملف سلاح منفلت والذي يعني إنهاءه إنهاء مظاهر العنف والجريمة بالمجتمع هذه صح حملة صحيحة بس بالمقابلة أنت تقدر تحضر الأسلحة من داخل البيوت يعني هذه شغلة تستغرب من يمها هي مجرد لعبة الكترونية ما راح تأثر على وعي الكبار بدأ الماني أسحب من يمه اللعبة هذه أو ألغي التفاعلها ألغي الأسلحة اللي داخل البيوت أول شيء لعبة بابجي لعبة عالمية وأعتقد تحميلات أكثر من مليار وكل دول العالم يستخدمونها فلجنة حضر السلاح نحضر لعبة بابجي خلاط نحضر السلاح من الشارع ولاش داخل لعبة بابجي وفي وقت تستمر لجنة حصر السلاح بيد الدولة مساعيها لإنهاء ظاهرة السلاح منفلت عن طريق بوابة أوري الألكترونية تتجه أنظارها صوب إيقاف لعبة حربية ألكترونية يستخدم فيها السلاح كوسيلة للترفيه بالتالي يكون لها تأثيرها السلبي في ترسيخ العنفي واستخدام السلاح السلاح بدأ ينتشر بشكل غير طبيعي لدى الجماعات المسلحة لدى العشائر وبالتالي أصبح السلاح موازي لسلاح وقد يكون مؤثر في كثير من المدن ومؤثر أيضا بتنفيذ قرارات قضائية القبض على مجرمين في مناطق نائية عن المدن دعوات مرفقة بأمل المواطن العراقي بإنهاء مظاهر العنف والفوضة التي أدت إلى أن يعيش الناس في دوامة من الآثار الكارثية التي خلفتها ظاهرة السلاح المنفلت والتي باتت سطوتها واضحة وبشكل يحتاج لمعالجات عاجلة من بغداد محمد فراس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر